ما بين الأداء السيء والأفضل فوز الزمالك على فلم بو دي سنتر 5 واحد فوز جيد وهنقسم المباراة لجزئين لشوتين شوت بأداء سيء رغم فوز الزمالك فيه بتلت أهداف مقابل هدف وشوت قدم الزمالك فيه متعة وأفضل من حيث الأداء شوت تاني هنيجي إيه سبب أداء الزمالك في الشوت الأول أول حاجة واضح جدا أن المدرب فريق الخصم فريق في لامبو دي سنتر كان مذاكر الزمالك شوية قال لك أما أضغط عليه من قدام أعمل دفاع متقدم وده اللي أعمله فعلا بيضغط على الزمالك مش مديله فرصة أنه هو يخرج بالكورة كويس يحضر للهجمة كويس فحصل ميز بوس كتير وحصل أخطاء من خط الوسط والدفاع وكان سبب من أسباب الهدف اللي جي في الزمالك هو خطأ من الدفاع وحصل أخطاء بقى خطأ من حسين عبد المجيد سبب الهدف وخطأ من محمد عواد كاد أن يسبب أو يتسبب في هدف تاني لفلامبو دي سنتر وكان هيبقى تحفيلة الموسيقى جماهير الأهلي بتحفل أن الكورة عدت من محمد عواد كبري وما دخلتش جون ده كويس إن هي ما دخلتش جون كانوا عملوا حفلة غير الحفلة أو علاق جد حاجة غريبة حسين عبد المجيد دي مش أول مرة الغلطة تحصل معاه إنه هو ما بيغطيش كويس بتتلعب طولية بتعدي المدافعين ترجع أو توصل للمهاجم لوحده هدف الشوت التاني مغاير تماما فريرة عمل إيه سحب محمد أشرف روق وسحب نمار وعمل شوية تغييرات عشان إيه يعمل عملية تنشيط وكان بيلعب بخط نص واحد زاكرية الوردي وزيزو كان بينزل يساعده بص أداء الزمالك محواري أو بيتمحور في أداء زيزو إبراهيم أنضاي لاعب عالي جيد جدا بس إحنا منستنيين منه أكتر وأكتر فيه لمسات بيعملها عشر على عشر وفيه أحيانا لمسات بيتأخر فيها بس باين من لمساته إنه هو لاعب كويس جدا زاكرية الوردي بيتحسن عن المباراة الأولى لعب حماسي بس ينقصه لأنه يلعب الكرة لما يجي الشوت الكرة يشوتها عايز تدرب إزاي يشوته الكرة كويس في اتجاه الجهوم وهتيجي مع الممارسة مع التدريبات مطشات كتيرة هتلاقي العملات دي بتتحسن عملية الإنسجام بتقتر أو بتزداد ما بين اللاعبة مع زيادة المباراة وده بيعتبر يعني المباراة دي أنا بيعتبرها شخصيا هي مباراة إعداد للزمالك قبل بداية الدولة هي مباراة مهمة وفي نفس الوقت إعداد شكرا